تحدثنا يوم أمس حول قدرات الجن وفي هذه الليلة نتحدث عن دعاوى موجودة من قبل بعض في التواصل مع الجن وفي امتلاكه قدرات عالية نتيجة لهذا التواصل فهل الأمر صحيح أم لا نريد أولا أن نتعرف على صحة هذا الأمر في الجملة ثم نريد أن نبين أساليب الدجل الذي يلجأ له أمثال هؤلاء ثم ننتقل إلى معالجة روائية للسحر والعين والحسد ونحو ذلك فدعونا نتعرض لهذه النقاط الثلاث الآية الشريفة التي استفتحنا بها مجلسنا تبين بشكل واضح بأنه بعد النبي سليمان حصل نوع من الانفتاح في تواصل الجن مع الإنس ولكن هذا التواصل بحسب لسان الآية الشريفة بأن له نوع من الضرائب والمضار فالله يقول واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان تعبير عن هذا الصنف من الجن بأنهم شياطين وإلا لو عبر عنهم بتعبير آخر كالجن فإن تعبير الجن يعطي أن هناك احتمالية لأن يكونوا من صنف الصلحاء ولكن التعبير بالشياطين يعطي أن الصنف الذي يتصل مع مثل هؤلاء هو صنف شيطاني وما كفر سليمان يعني الله سبحانه وتعالى ينبيبين ترى المسألة ليست مرتبطة بسليمان لننسب هذه الشرور التي يقومون بها من السحر مثلا إلى سليمان فإن سليمان قد وظف الجن في خدمة الدين وفي بناء الدولة الدولة المؤمنة وعلى هذا المولى عز وجل قال ولكن الشياطين كفروا ماذا يمارسون يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت هناك أيضا جملة من الأمور أنزلت الآن تتلو كما ذكرنا هناك عهود هناك نوع من العهود يستعين بها هؤلاء في تسخير الجن وفي الاستعانة بالجن ولكن هذا التسخير كما يكون من طرف الجن يعني يؤذي الجن يؤذي الإنسان أيضا كيف يؤذي الإنسان لأن الله يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ثم يقول المولى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق بمعنى ليس له من يحميه منا من عذابنا يعني الآية تبين مفردات مهمة جدا بأن هناك إمكانية للتواصل بالجن كإمكانية ممكن ثانيا أن التواصل مع الجن مع هذا القسم الشيطاني أيها الأحبة يقود الإنسان بالعادة إلى الشر ولا يقوده إلى الخير يقوده إلى تعلم الشيطان من السحر أو من جلبات أو من تسخير للإنسان وتأثير على تفكيره وتشويش على ذهنه ونحو ذلك ولا يتعلمون شيئا ينفعهم بمعنى لا يتعلمون شيئا يعينهم على طاعة الله سبحانه لأن هذا الصنف صنف شيطاني وهناك رواية أخرى تضعنا في فهم واضح أيضا لهذه الآية الشريفة عندما يقول فيها المعصوم لا يكون الساحر ساحرا حتى يشرك بالله أو حتى يكفر يعني شنو؟ يعني الساحر ما يرتقي في درجات السحر ويكون من السحراء مثلا العظام إلا إذا كفر بالله إلا إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى كل ما يشرك بالله تزيد درجته كل ما يزيد كفرا زاد ماذا؟ زاد سحره أعطاه هذا الشيطان وزاده عطاء ولذلك أيها الأحبة يلجأون إلى ماذا؟ يلجأون إلى بعض الأوراد الكفرية إلى هذه الدرجة بعض الطلاسم الكفرية شو هم يرددون طلسم هذا الطلسم شنو حقيقته؟ يعني مكتوب بالعبرية أنت ما تدري هذا الطلسم فيه كفر كفر لله عز وجل قاعد أنت تردد كلمات تكفر بالله عز وجل أو مثلا يخلونهم يعبثون بالقرآن الكريم تنجيسا والعياذ بالله أو تقطيعا وازدراءا أو نحو ذلك أو يخلي مثلا من دون غسل هل كثر فترة أو يخلي يفعل مثلا كذا كلما زاد كفره وشركه وفسقه أعطاه هذا القرين الشيطاني يعني المسألة خذ وهات مو بس تاخذ من عندي أعطيك تعطيني أنا إنسان كافر هذا الكفر يعني أنبيك تصير مثلي ولذلك أيها الأحبة تجد السحرة في البلاد الخارجية التي فيها الإلحاد وفيها الكفر تجد السحرة أرقى مستوى من السحرة اللي عندنا ليش؟ لأن ذلك أولئك الأشخاص كفرهم أزيد أعمق لذلك القرين أو لذلك الشيطان يقترن به بشكل آكد ولكن مع ذلك أيها الأحبة لم نجد اقتدارا بشكل كبير إلا عند بعض نزر وعند البعض القليل ولكن هذه شيطنة وليست ماذا؟ وليست إيمانا وعلى هذا نكتشف في القسم الثاني ما يفعله هؤلاء من دجل وخديعة للناس هؤلاء المشعوذين ولما نتكلم عن هذه الفئة نتكلم عن فئة كبيرة يعني الأعم الأغلب نعم هناك فئة مؤمنة تمارس كتابة أحراز تمارس مثلا كتابة بعض التوفيقات بعض الأشياء الجائزة ولكن هناك فئة كبيرة تمارس والعياذ بالله ما يسخط الله سبحانه وتعالى مستعينين بذلك بنوع من الدجل والكذب والخديعة للناس فيلجأون أول ما يلجأون إلصاق المشيخ لأنفسهم واشوف يسمي روح شيخ شيخ من وين انتهي؟ يعني دارش ترحنا في الحوزة يا جماعة ما ندرس العلوم الحوزات ما ندرس لا سحور ولا شعوذة ولا مثلا ها كتابة حتى الأحراز ما يعلمون هذه الأمور كلها لا تدرس في الحوزات ومو نشوفون الشيخ تقولون خلاص هذا عنده جنة على يمينه وجنة على يساره هنزين ويعني أي شيء به نفذونه لا لا يا جماعة ترحنا في الحوزة ندرس العلم المتمثل في فقه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الأصول في العربية في العلوم العقلية ونحو ذلك وليس في علوم الحوزة شيء من هذه الأمور فإن هذه أمور دجل فيلجأ هؤلاء المخادعون لإلصاق صفة الشيخ أو في بعض الأحيان الشوفة لابس لعمامة من وين أنت مهيئ تدرس يعني من وين مهيئ أنت تلبس العمامة شلون لبست العمامة كيف ما عنده دراسة ويلجأ إلى التغرير بماذا بالتصوير نفس بعض المؤمنين يجيك ممكن شيخنا صورة وإحنا ندري ندري وش غرض هالصورة الله أعلم في بعض الأحيان بس شوفوني أنا صورته يا شيخ فلان شيخ فلان صديقي ويقوم يقص على هذا ويقص على ذاك أنا ثقة والله فلان أكو إياه ومصور هذا بعض نفس الشيء تدخل يمكن مجلسه ومصوره يا شيخ فلان ومصوره يا شيخ فلان ويمكن رايح وجالس يا السيد السستاني وما أخذ لي صورة يا السيد الحكيم وما أخذ لي صورة يا مراجعنا بشكل عام مثلا وما أخذ لي صورة ترى الصور يا جماعة سهله ولا تعطي وثاقة يعني إلى متى من خل عقولنا ساذجه ها سرعان ما نخدع ونأخذ بالخديعة لماذا لبساطة عقولنا هذه الصور كل من يصورها كل من يصورها فأنت من تدخل شوف نكبر لي صورة ويا فلان الشيخ الفلاني هجيب أنت ويا شيخ فلاني ايه هذا صاحبي صديقي فلان بعد ها صاحبي وصديقي وفلان ايه والله انا ثقة فلان يجيني هني طالع صورة جايينة يمكنه مسوي مجلس وصار علينا ورحنا لنحن ما ندري بحاله يمكن مسوي غدا ولاحقنا صار لانه كم شهر تعال اللي تتغدى واشلون وانت احنا صغار شيخنا ومجينا وياخذك بها المراهنات ونروح ونجلس وياه ويصور لكن انت كبر عقلك هذه الامور ايها الاحبة خطيرة جدا لا نسلم نساءنا ازواجنا بناتنا اخواتنا الى امثال هؤلاء ثم نعض اليد اسفا على ذلك او المرأة تروح وتطلع من دون اخبار اهلها وين رايحة رايحة للشيخ الفلان من وين شيخ والله شيخ رايحة ليه ثقة بعد شيخ مو كل شيخ ثقة بعد خلاص تروح اليه بعدين يقع الفأس في الرأس لا بد ان نكون نكون اناس نحكم عقولنا في التصرفات نلتزم بنوع من الحذر في التعامل في هذا الجانب لان الان كثير من الاشخاص صغار وكبار صغار وكبار يعبثون بالجن بعض الاخوات ينقلون تواصلونوا ايانا بنات حادثة حقيقية يقرؤون روايات عن الجن هذا الكاتب الان يريد رواجا الى كتابه في كتب وروايات بس عن الجن واحد عاشق جنية او بالعكس عدل لو لا وهي وصلتكم الشباب يعرفونها وموجود في اثناء هذه الرواية طلاسم وهي الطلاسم حقيقية بعضها حقيقي يعني مو شيء كذا روائي مؤلف وتقوم البنات يقومون يجتمعون يقولون خلنا نشوف صدق لو تشذب في المدرسة في الفسحة يجلسون يحطون خاتم في الوساط يقومون يقولون هاي الطلاسم واذا بالخاتم يفتر يفتر يصيدهم نوع من الخرعة ونوع من الخوف ويروحون خايفين بيوتهم وكذا وإلى آخره وش صار وش ما صار عبث بالجن لا تعتقد أنك بهذا المخلوق راح تنفتح ليك أبواب السماء والأرض وكنوز الدنيا وبصير أثر الأثرياء بواسطة هؤلاء وروح إلى بيوت هؤلاء الأشخاص اللي يدعون اتصال بالجن وش راح تشوفها تشوف أكثرهم فقراء معدمين لو كان يستطيع حقق الغنى والثروة ويستطيع حل مشاكل إن كان حل مشكلة فقره مشكلة والله مثلا بعض أولاده مشكلة أزواجه مشكلة كذا إذن أيها الأحبة لا نلجأ إلى أمثال هؤلاء ولا بد أن يكون الحذر مقدما في هذا الجانب إذا قال لك والله أنت مسحور أنت معيون أنت والله مضروب بالحسد إلى آخره ماذا أصنع يا شيخ وهذه النقطة الثالثة المهمة يعني أليس الحسد حقيقة أليست العين حقيقة أليس السحر كما ذكره القرآن الكريم أيضا نقول بلى موجود سحر موجود عين موجود حسد ولكن لازم نفهم كل مفردة العين حالة روحانية تفسيرها الروحي عند بعضين بأن هذا العائن لما يوقف ويضرب عين يعني يتمنى يصير عنده نوع من التمني النفسي التمني النفسي هذا يؤذن بتدخل روحيا في المعيون هذا المضروب عين لسلب تلك النعمة أما الحسد هذه حالة أرقى يعني مو بس يعني ضربة سريعة نفس ما نقول ها حالة نفسية عنده يقول عسى ما يتهنى بهالنعمة هذا فلان عندها النعمة وهالوظيفة وهالمال وهالكذا عسى ما يتهنى فيه يعني تمني نفسي نوع من الدعاء يدعو الله عز وجل بزوال النعمة هذا الحسد وعندنا السحر السحر نوع كما ذكر القرآن الكريم من التدخل الشيطاني بحيث سخرون جني مثلا لماذا لإحداث البغض النفسي في قلب المرأة أو في قلب الزوج فالزوج ما يشوف روح اللكارة زوجته ليش ما أدري مثلا تعال اقترب منها لا ما أحب أجلس صوبها تعال انتين كذا لا لا ما أحب يعني ليس مبررا هذا الكور كنتون وش حلاوتكم كذا إلى آخر فجأة صار هذا الموضوع فجأة هنا ربما يكون هناك سحر لما تدخل من قبل جان يحدث نوعا من الآثار النفسية خلط في الأفكار يمكن هذا يخليه يفكر ويفكر بطريقة معينة الآن أحتاج أعالج هذه الأمور بشكل طبيعي ما ألجأ إلى هؤلاء نقول إلجأ إلى الموثوق وإلجأ إلى الموثوقة إذا كان نساء فيه نساء موثوقات فيه رجال موثوقين إذا ما موجود عندك كتب مثل بكارم الأخلاق إذا كلش لازم تلتفت إلى ما كان الآباء مواظبين عليه من تحصين النفس كانوا مواظبين على تحصين أنفسهم صباحا ومساء في الصباح من يخلص الصلاة الشوفة يسبح تسبيحة الزهراء الله مصلي على محمد وآه محمد الله مصلي على محمد وآه محمد فإن الله يقول وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحْدٍ من دعاء الصباح اقرأ أصبحت اللهم معتصما بذمام وجهك المني الذي لا يطاول ولا يحاول إذا جل مساء قال أمسيت اللهم معتصما بذمام وجهك المني لأن نحن عندنا التحصين لازم ينقسم لقسمين صباحي ومسائي تحصين الصباح إلى الصبح إلى النهار تحصين المساء للمساء تحتاج إلى هذه التحصينات تحتاج أن تلجأ إلى ما ذكره أهل البيت من أن قراءة الحمد مرة ثم قراءة التوحيد ثلاثا ثم قراءة آية الكرسي مرة ثم قراءة المعوذتين هذه حصن يحصن الإنسان أشوف بيتي والله عندي مشكلة فيه شيخنا أشياء تختروب كذا جديدة مدري شنه وش أسوي أنا وش أسوي اقرأ في أنحاء بيتك آية الكرسي وانت تمشي تقرأ أنحاء زوايا بيتك آية الكرسي ارفعوا الأذان في بيوتكم واستحبوا رفع الأذان في البيت هذا الأول الأذان مواضوين عليها إذا قعد في البيت ما راح المسجل أو عنده ولان يرفع الأذان إذا حان الوقتك يأذن فإن رفع الأذان في البيت يطرد الشياطين كل هذه الأمور أيها الأحبة حصنوا البيت علق في بيتك أسماء الله عز وجل علق بعض الآيات وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأوصارهم لما سمعوا الذكر علق بعض الأوراد الوارد تجربتها ولاية أمير المؤمنين حصني علق هذه الأمور واعتقد بالجانب الروحاني جانب الروحاني هذا شيء مهم مو كله والله خرافة لا هذه تحصينات تحصنك من عبث الشيطان الآن الآن السحر شلو نعالجي شيخنا هذا الحسد هذا العين لكن السحر يحتاج إلى قراءات يقول إذا احتجت إلى قراءات قول لي عطنا القراءة أنا بقرأ على بقرأ على بنتي بقرأ على ولدي بقرأ على زوجتي ويمكن تكون قراءتك أنت أفضل من قراءته أنت متعلم وهم متعلم يمكن أنت متعلم القراءة والتجويد أحسن منه تقرأها أنت بشكل أفضل منه ربما ما تحتاج تقرأها بشكل مباشر هو الأفضل والله تحط مقاطع معين أكوها في التلفون وتقرأها وموجود عندنا مواقع شيعية في هذا الجانب تقدم لك أحراز تقدم لك رقى يمكن أن تقرأها على نفسك متى ما وجدت بوادر مثلا أو علامات إلى سحر أو شعوذة أو مثلا عين أو حسد ونحو ذلك تستطيع أن تعالج نفسك بنفسك بدلا من أن تلجأ إلى تسليم نفسك أو بنتك أو زوجك أو أختك إلى أمثال هؤلاء فإن هؤلاء إنما فتحوا أبوابهم للاسترزاق للشيء المادي تروح يقول لك أنا ما أم بشيء لكن ادفع إلى مثلا كذا ادفع هالكثر مبلغ بنسوي عقايق أو بنسوي ذبايح أو بنسوي كذا إلى الجن أو إلى آخره إنزين فتحوه للإسترزاق وفتحوه إلى شهوات النساء والعياذ بالله والقصص في ذلك كبيرة جدا ومخيفة وهذا الذي دعانا إلى التنبيه لهذا الموضوع وإلى خطورة هذا الموضوع ولابد للمؤمن أن يكون حذرا والمؤمن أن تكون حذرا في التعامل في هذا الموضوع تمام الحذر هنا أيها الأحب دعوة من الدين لعدم اللجوء إلى البساطة العقلية وإلى الخرافات ونحو ذلك ونجد أيضا من ضمن الأمور التي تحتاج إلى نوع من الإشارة السريعة موضوع الرؤى والأحلام هذه الرؤى والأحلام بابها صعب وبابها سهل لا يمكن أولا أن تستفيد حكم شرعي من حلم ولا توجيه شرعي من حلم فإن تعبير الأحلام شيء صعب لا يؤتى إلا لأشخاص محدودين لهم الطلاع صحيح كما هناك أضغاث هناك رؤى صادقة لكن كيف لك أن تميز بين الرؤية الصادقة ومن الضغف تحتاج إلى من يعينك تحتاج إلى شخص يستطيع فعلا قذف الله في نفسه أو في ذهنه علما لتفسير هذه الأحلام وهي تحمل وجوها متعددة أيها الأحبة كمثل هذا الحلم الذي رأته الأسدية